موسيقى موسيقى أمين نرحب بالجميع في بيت الرب لإلهنا كل المجد رب طيب حنان ورحيم كثير الروح طويل الرحمة هو وجدنا في هذا المكان الغرض مبارك ومقدس وسامي هو مجد اسمه وبركة الكنيسة وامتداد الملكوت نحن سعداء جدا أن نوصلنا بالسلامة رغم الظروف الصعب بنصلي لبعضنا البعض ومنصلي أيضا الذين لم يستطيعوا أن يأتوا في وسطنا نحن مشتاقين نكون كلنا مع بعضنا البعض وهذا أيضا بركة ويشوقنا إلى رؤية إلهنا قريبا بنعمته على سحاب المجد لكي ما نكون مع بعضنا البعض دائما وأبدا لن نفترك لا يفرقنا لا ظروف ولا مرض ولا وجع ولا أنين ولا تعب ولا دموع وإبليس بيكون في بحيرة النار والكبريت ونحن نكون مع إلهنا الحبيب في عزاء وفرح إلى أبد الآبدين هذا عزائي وأملي وفرحي وفرحك وفرحك باسم الرب يسوع المسيح خلونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة قبل فترة الترنيم وجميعا نرفع القلب بصلاة قصيرة قالين نمجدك ونباركك ونعظم اسمك لأنك أمين لا تقدر أن تنكر نفسك نقول لك نحبك أيها الرب يسوع المسيح المبارك لأنك أنت أحببتنا أولا وأتيت إلى أرضنا هذه يا رب وأخذت صورة عبد صائرا في شبه الناس لكي ما تفتدينا وتقربنا من الله الآب وتجعلنا ملوك وكهنة لله أبيك نحن إن كنا موجودين في هذا الوقت في هذا المكان إنما بسبب عمل الصليب والدم المبارك الذي يطهر من كل خطية نحن رؤوسنا في هذا الوقت ونقبل جراحاتك يا رب الذي بها جرحت لأجل كل واحد فينا لكي ما تطهرنا من آثامنا نضع نفوسنا بين يديك وأعطينا أن نسجد بالروح والحق أيها المبارك مترنمين بالروح وصليين بالروح وبارك كلمتك لنا وساعدنا أن نفتح قلوبنا وأذهاننا يا رب لكي ما نخبئ كلامك في قلوبنا فلا نخطئ إليك باسم المسيح نصلي أبانا في الروح القدس ولك كل المجد آمين هللويا نترنم قائلين الرب حنان ورحيم ونحن وقوف بكل فرح طويل الروح كثير الرحمة صالح لنشب بصلاح الرب وكيف نستطيع أن نشب بصلاح الرب ونحن رأيناه بمحبته مصدوبا لأجل كل واحد في نفسنا الرب حنان ورحيم الرب حنان ورحيم والرب كثير الرحمة الرب صالح للكلين أنت صالح للكلين أنت صالح للكلين أنت صالح للكلين ومرحب على كل أعمالك يحمدك يرم كل أعمالك ويباركك أتقيك يحمدك يرم كل أعمالك ويباركك أتقياءك بمجد ملكك ينطق بجاباروتك يتكلم ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور دور فدور أنت صالح للكلين ومرحب على كل أعمالك إبليس سيشككك بمراحم الرب وبصلاحه وهذا ما يفعل في العالم لكي ما يشكك العالم بأمانة إلهنا لكن هو أمين وصالح وإلى الأبد رحمته ونحن نختبر رحمته كل يوم في حياتنا أجرة الخطيئة موت صح؟ عندما يخطئ الإنسان له حق الرب إنه يميت الإنسان لكن ليش عم يطول الرب باله؟ هذه نعمة إلهنا لكي ما يقبل الجميع إلى التوبة ونحن لم نأتي إلى هذا المكان لكي ما نخرج بنفس الطريقة اللي أتينا فيها لكن يريد أن نخرج باختبارات قوية بنمو بإيمان أكثر فأكثر قل له يا رب أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أريد أن أتغير يا رب جيت لكي ما أتغير كبعيد أتي لعندك وكمؤمن أتقوى بشخصك أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج لمسة روحك تغيرني وأنا محتاج يا يساعد أما يطهرني أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يا يساعد أما يطهرني وأنا لما هاجي وشوفا وأشوف اسمي على كفوفا بتفك الأسر وحاها بيحررني وأنا لما هاجي وشوفا وأشوف اسمي على كفوفا بتفك الأسر وحاها بيحررني إن كنت ضعيف طبيني إن كنت حزن عسيني إن كنت خاطب رئني وشفيني ألمسني بسلطانة وريني مجد جلالة أغمر قلبي بحنانة ترويني لمسة من خطبي ثوباك بتشميني كلمة من فم جلالك بتحييني لمسة لمسة من خطبي ثوباك بتشميني كلمة من فم جلالك بتحييني وأنا لما هاجي وشوفاك وأشوف اسمي على كفوفاك بتفك الأسر وحاها بيحررني وأنا لما هاجي وشوفاك وأشوف اسمي على كفوفاك بتفك الأسر وحاهاك بيحررني إن كنت معي فرويني إن كنت حزن عزيني إن كنت خاطب ريني وشفيني إلمسني بسلطانك وارويني مجد جلالك وغمر قلبي بحنانك وارويني هل عندك إيمان لمسة الشفاء؟ عمين لما برنم هذا العدد بتذكر الإمرأة النازفة بيقول الكتاب كانت الجموع تسحمه صح؟ كم شخص كان عم بيلمس الرب؟ أنا بقول مئات لكن وقف وقال من لمسني؟ يا رب ما أعظم لمسة الشفاء ما أعظم لمسة الإيمان ألمسوا بالإيمان في هذا الوقت والإيمان يصنع عجائب وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب ما تعلش الهم ما تخاف الرب موجود وهو مسيطر على الأمور وهو مسيطر على الأمور هالأمور اللي عم تصير حوالينا رب سامح فيها لغرض سامي ومبارك قل له يا رب ساعدني اقبل مشيقتك مهما كانت لأنه مشيقتك صالحة دائماً من نحونا أمين ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود دا إلهك حي ما بينمشي وما لهش حدود التعبان في يقعد هاي راح تكون أخر ترني بي قبل ما نسمع لك كلمة الوقت مهما كانت مهما كانت مهما كانت مهما كانت مهما كانت ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود دا إلهك حي ما بينمشي ما بينمشي وما لغش حدود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود دا إلهك حي ما بينمشي وما لغش حدود بإطلاع مهما كانت قبل ما بينمشي وما لغش حدود مهما كانت نوغام عمصممممع مهما كانت وهيب أورود ربنا موجود ما تعشي الهم وما يتخشي ربنا موجود يا إلهي حي ما بينا مشي وما نغشي حبود يا سلام يا هنال قل ما هو أيام عايش شوهان وعليك في سرور خليك أسهول عنك على طول الهم يزور والفرح يعود ربنا موجود ما تعشي الهم وما تخشي ربنا موجود ما إلهي عي ما بينا مشي وما نغشي حدود لو ما سب فيه ومسلمي عمرك وعلي على طول نسكو شرك يمحي عمرك يبني عمرك يبني حالك تلعي ما بقشنا هدود ربنا موجود ما تعشي الهم وما تخشي ربنا موجود يا إلهي عي ما بينا مشي ما تعشي الهم وما نغشي حدود ما تعشي الهم وما تخشي ربنا موجود ما إلهي حي ما بينا مشي وما نغشي حدود ربنا موجود أمين فضل وتحقي يا حبة تشكر رب جدا لأجل وجود خادم عزيز على قلبنا رح أترك المنبر في هذا الوقت لخادم رب الأسيس جان للترحيب والتعريف فضل الأسيس مبارك اسم الرب هاللوية مجدا للرب أنا بشكر رب أنه رب سمح لنا أنه نقدر نكون في المؤتمر كان الوضع صعب جدا ولازال الوضع صعب جدا بنسبة لكورونا لكن نشكر رب أنه تمكننا أو على الأقل مجموعة معينة من الكنيسة تمكنت نشكر رب الرب يحميكم وننزل بسلام بدون ما ناخد العدوى قبل ما رحب بضيفنا الكريم أنا بشكر رب من أجل قناة الكرمة اللي أيضا عم بتساهم معنا ببث الخدمة لايف وبصلي أنه رب يبارككم جميعا يبارك الأخ سموئيل استيفانوس لأجل التعاون كمان والأحبة اللي عم بشاركوا معنا أزيتيم كفريق هناك بالكرمة بأمريكا رب يبارككم ويكفيهم أتعابهم أيضا أنا سعيد أنه جدا يكون معنا خادم رب المبارك اللي بعرفه من زمان وصداقة قوية جدا من زمان الرب يباركه الأخ الفاضل الخادم الرب الأخ الفاضل الأخ إيميل عزيز أنا بعرفه الأخ إيميل عطلة بسوء مجدا للرب أرجو أنه الصوت كان واضح قبل أوكي بنعمة الرب يسوء المسيح طيب أنا رح أصلي كلم صغيري بس أطلب فيها بركي حتى الرب يبارك أخونا المتكلم ويباركنا نحنا حتى نكون نستلم بنعمة الرب ونستفيد من كلمة الله لأنه العمل عمله الروح الخدس مش الإنسان نحنا أواني يا رب نشكرك باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أشكرك لأنك ستتكلم إلينا من خلال ابنك خادمك الأخ إيميل وأيضا ستعطينا قوة وطاقة للاستيعاب وقوة حتى نقدر ننفذ ونعمل مشيئتك بحسب ما كلمتنا هذا النهار بين يديك مؤتمرنا بين إيديك الشعب اللي جاي واللي رايح وأحبائنا من أخوتنا لم يستطيعوا أن يكونوا في وسطنا باسم الرب يسوع المسيح بحط الجميع بين يديك الطاهرتين بحط يا رب هذا البلد أستراليا بحماية خاصة من لدنك وبحط أيضا هذا العالم المتألم يا رب بسبب الأمراض والمشاكل والحروب باسم الرب يسوع المسيح تتدخل يا رب تتدخل لأن العالم محتاج إليك محتاجين إليك حاجة احتياج حقيقي يعني يا ربي في العمق من فضلك يا رب تتدخل بركي مرة ثانية على خادمك ابنك الأخ ميل تملأوا بالروح القدس حتى يكون يا ربي بوق مناسب يعني آنية مناسبة لمجد اسمك باسم المسيح نصلي يا أبانا بالروح القدس وللآب والابن والروح القدس الإله الواحد نهدي كل مجد وكرامة الآن وإلى أبد الآبدين آمين تفضل أخي ميل ربي باكك وهم لأكبر روح القدس صباح الخير حبايب الرب السعداء نكون كلنا موجودين مع بعض تحت مظلت وسلطان وعمل الروح القدس فينا وإحنا وثقين أن الرب وعد وعده آمين قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاث باسمي هناك أكون الرب يسوع فين وهو ده مركز يا أحبائي في وسط الأحبة يحضروا بالبركات يأمروا له كل الإكرام وكل المجد دعونا نقرأ عشر أعداد قبل ما نبتدي نسمع ما يقوله الروح للكنائس ممكن نقرأ مع بعض مزمور مية وسبعة من عدد واحد وعشرين في عادة عندنا في كامبلتون أننا لما نكون نسمع كلمة الله نوقف إيه رأيكم في العادة الحلوة دي تعالوا نسمع كلمة الله نقرأ من عدد واحد وعشرين لغاية واحد وتلاتين نرى ما يقول فليحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم وليزبح له ذبائح الحمد وليعده أعماله بترنم النازلون إلى البحر في السفن العاملون عملاً في المياه الكثيرة هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق وده موضوعنا في هذا الصباح نكب العدد خمسة وعشرين أمر فأهاج ريحاً عاصفة فرفعت أمواجه يصعدون إلى السماوات يهبطون إلى الأعماق ذابت أنفسهم بالشقاء يتميلون ويترنحون مثل السكران وكل حكمتهم ابتلعت فيصرخون إلى الرب في ضيقهم وفي شدائدهم يخلصهم مجداً يهدئ العاصفة فتسكن ويسكت أمواجها فيفرحون لأنهم هدأوا فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونهم فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم فضلوا السريحة شكراً ربي بارك يا بانا نشكرك من كل القلب لأجل كلامك الذي ينير العقل يحكم الجهال كلمتك الصلحة والأمينة بنحط من إيديك رب هذه الكلمة التي قرأناها الآن لتكون موضوع سرور وموضوع تعزية وأيضاً موضوع تعليم لنا في هذا الصباح نشكرك لأننا نؤمن أنك موجود في وسطنا حسب وعدك الصادق إلى الأبد لأن وعودك نؤمن يا سيدنا أنها بلا ندامة شكراً لك يا رب من كل القلب هذا الصباح أنت أمرت بالبركة لكل أخ وأخت فينا فنهديك الحمد والشكر والسجود اللائق بشخصك العزيز المبارك مبارك في وسط الكنيسة نسبح جلالك ولك كل الإكرام وكل المجدرة آمين حبايب الرب لاحظنا في الجزء الصغير اللي احنا أرناه ده وابتدينا من عدد واحد وعشرين لو ركزنا هنلاقي في عدد واحد وعشرين وعدد اربعة وعشرين وعدد واحد وثلاثين الحمد على عجائب الرب وكلمة عجيبة موجودة في هذا الأصحح لوحده خمس مرات الجزء اللي أرناه موجودة كم مرة تلاتة في مرتين كمان في عدد ثمانية وفي عدد خمستاشر في نفس الأصحاح وأنا ما خبش عليكم وأنا حبيت أدخل على السرش ودور على كلمة عجيبة عجائب إلها عجيبا أدور يا أحبائي لقيت إن هيحصل إيه عارفين للكمبيوتر اللي معايا حصل له فريز ليه كتيرة كثيرة هي مراحمك لدرجة إنه إلهنا اتسمى إله العجائب إله مسمى من قبل أن يولد في الجسد إلها مش مشيرا بس ولكن أيضا عجيبا عارفين الملاك ملاك الرب اللي هو بيمثل شخص الرب يسوع له كل المجن في كلامه مع الأخ منوح وزوجته اللي هم آباء شمشون قال له لماذا تسألني عن اسمي وهو إيه الاسم ده عجيب عجيب إحنا نعبد يا أحبائي إله عجب العجاب كانت فيه ترنيمة جميلة أو بحبها أو اسمها أمور الله عجيبة مواعيده عجب العجاب إله يا أحبائي كل أعماله هي فوق تصور زين الإنسان المحدود لأنه إلها عجيبا رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق في العمق أحبائي المزمور اللي في قدينا ده اللي هو مزمور ميه سبعة من ضمن المزمير الرائعة لما تقرأ كده له خلاصة حاجة واحدة بس أنهم في وسط هذه كلها نجاهم ووصلهم إلى بر الأمان ودي رسالة الرب ليك النهاردة في هذا الصباح أوعى تخاف يا ابني اتطمن أوعى تخاف لأن انت معك ايه راعي الخراف هو يستطيع بكل حكمة فوق مما تتصور وأكثر جدا جدا مما تتخيل يوصلك إلى بر الأمان بمشكلتك اللي انت جاي بيها وربما الألام اللي بتعتصرك ويمكن المرض اللي محدش عارف به أنا لا أعرف ظروفك لكن أصب بشيء واحد أن لنا إله عجيب يستطيع أن يحل هذه المشكلة هو رئيس القائد الماء في متة تمانية يقول له إيه بس قول إيه سدقوني هي إيه كلمة فيه وحدة سد كانت خايفة منه تقرب منه عارفين إيه اللي حصل مع السد دي مش قادرة تتكلم معاه بس لمسة وإيه لمسة كلمة منه لمسة منه نظرة من عين إيه تدوب القلوب بس يا أحبائي إحنا نفسنا نكون خاضعين لعمل وسلطان الرب يسوع فقسطينا أنا علشان لا أطيل عليكم الرب وضع أمام رسالة على قد من الوقت ساعي هذا المزمور اللي هو مزمور مية وسبعة من المزمور المسمها المزامير الثلاثية يعني إيه ثلاثية حفهم حضراتكم يعني كل تلات مزامير وراء بعض بيكونوا موضوع واحد فيهم نوع من التناغم أو التوافق أو التكامل بيكملوا بعض يعني المزمور الأولاني يقول حاجة المزمور التاني يبني عليها والمزمور التالت يبني عليها والتلاتة مع بعض يكونوا موضوع مفيد لينا المزمور المزامير السلاثية ملء المية وخمسين مزمور اللي رب سبح بيهم موجودين في كلمة الله على سبيل المثال للحصر مش هتكلم عن المزامير بني قورح ولا بني ولا أسف أنا هتكلم على تلات مزامير قالهم الأخ داود اللي كلنا بنحب اللي بنسميه مرنم إسرائيل الحلو أهو دا أكتر واحد بعد أبونا إبراهيم شاف عجائب عجائب لا يستطيع لسان أو عقل أن يتكلم على لكننا نؤمن اسمع يا حبيبي المزامير التلاتة السلاثية مزمور تلاتة وعشرين واتنين وعشرين واللي بعد واربعة وعشرين اتنين وعشرين وثلاتة وعشرين واربعة وعشرين التلاتة مع بعض دي برضو من المزامير السلسية المتكاملة اللي بتكلمنا عن الراعي هذا الراعي العظيم الذي بزل نفسه من أجل الخراف هذا هو مزمور اتنين وعشرين الراعي 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 الذي قدم نفسه طواعية من أجلي ومن أجلك ومن أجلك ومن أجلنا جميعا لكي نتمتع ببركات الفداء العظيم الذي صنعوا من أجلنا رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق في أحسن من هذا في أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحباؤه صدقوني بالكاد الأخ يقدم عطية أو نعمة من أجل أخيه أنا مش عارف أحباء الأمثال دي هتلاقوها موجودة عندكم ولا لا لكن موجودة عندنا احنا كمصريين بيقول لك المثل يقول لك إن جالك التوفان حط ابنك تحت رجليك شوفوا الأمثلة شوفوا الأمثلة البشرية شوفوا الأمثلة البشرية لكن مثل الرب يسوع يقول لهم يبصلهم كده هم جايين يقبضوا عليه يقول أما هؤلاء آه دعوهم إيه يذهبون وهو شال الشيلة يقول بروح النبوة لم يكن معي أحدا لم يكن هو داس المعصرة إيه وحده وحده له كل الإكرام وكل المجد شوفنا في مزمور 22 الراعي الذي يبزل نفسه عن الخراف في مزمور 23 أيضا نرى الراعي الذي يربضني إلى مراعي خضرة يربضني الرب راعي فلا أنا منساش القول الجميل اللي قاله أنا بحب أجيب كل حاجة بقدر الإمكان من كلمة طبعها نتفق على هذا ما عدا اختبار واحد بس سأقوله في آخر عشان كده سألت أخي يا جون والترالية كان بالزبط علشان نعرف في آخر خمس دقائق هحكي اختبار أمام الرب يسوع حدث معي أنا شخصيا أنا بحب إش أجيب اختبارات لذلك نتكلم بقدر الإمكان اللي يتكلم من أقوال إيه من أقوال الله من أقوال الله مزمور 23 الرب الراعي يبقى احنا شفنا الراعي الذي بذل الراعي الذي أربضنا إلى مراعي الخضر مزمور 24 وهذا يتوافق يا أحبائي مع إنجيل يحنى أصحح 10 بالكامل أما في أصحح 24 في مزمور 24 مع الأسر مزمور 24 يتكلم عن الراعي الذي سيملك وسيملكنا معا وهذا ما يقابل إنجيل يحنى أصحح 14 لما يقولهم في بيت أبي منازل إيه وإلا قلت لكم أنا زاهب لأعد لكم إيه ومتى أعدد المجال آتي أيضا لكن شكرا للا يا أحبائي لقد أعد المكان في الصليب وفي الصليب نلنى الميراس الذي لا يفنى ولا يتدى الناس ولا يضمح على نفس الشاكلة يا أحبائي المظامير اللي معانا 105 و106 و107 هي على نفس الشاكلة بتتميز بحكتين اتنين أول حاجة لما تلاحظها وتقرأ المزمور خليكم عالة وسمحتوا المزمور 105 تلاقيه يبتدي بنفس بداية 106 بنفس بداية 107 أحمد الرب ليه لأنه إله العجائب يستحق كل حمد وكل شكر أيضا النقطة التانية في هذا الأمر إن هذه المزامير زي ما اتفقنا بتكون موضوع واحد مزمور 105 يبتدي بيه مزمور 106 يكبره إلى أن ينتهي المطف مزمور 107 وبيكونوا موضوع واحد بين قاب قوساني اللي هو عمل عمل العظيم والعجيب رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمر من خلال هذه المزامير التلاتة المتكاملة نرى عمل الرب العجيب في وسط شعبه طيب ولي كلمة صغيرة خالص في مزمور 105 كلمتين صغيرين وفي مزمور 106 كلمتين صغيرين وفي مزمور 107 كلمتين صغيرين يبقى نقول كم حاجة حاجتين اتنين في كل مزمور المزمور الأولاني اللي هو مزمور 105 يتحدث عن الوعد الذي وعد به هذا الشعب وابتدأ بمين هذا الوعد يا أحبائي الوعد الإبراهيم لدرجة أن يسمى الوعد الإبراهيمي يبقى في مزمور 106 نشوف الوعد وفي نفس المزمور نرى تحقيق هذا الوعد لأن حشاي كلمتي لا ترجع فارغة السماء والأرض تزول لكن كلمة واحدة أو حرف واحد أو وعد واحد لا يزول إحسناته ومراحمه اسمها مراحم أبدي يا أحبائي وأشكر الله من كل القلب أنا ساعات منحاني كده قدامه وقل له آه يا رب لو كت وعودك بتتوقف علي لكنت أول المطردين من ملكوتك لكن شكرا يا أحبائي الوعدة الذي أعطاه لك الرب إنني أعطيها حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد لن تهلك إلى الأبد قد إي فرح النفس يا أحبائي وقده يشبع القلب أن وعوده فعلا هي بلا ندامة بلا ندامة وعد إبراهيم بوعد ودية أحبائي نراها في عدد مزمور 105 عدد 42 لو فيه إمكانية يقول لأنه ذكر في عدد 42 النقطة الأولى في عدد 44 النقطة الثانية لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده وحقق هذا الكلام في عدد 44 من نفس المزمور اللي هو مزمور وخمسة يقول وأعطاهم أراضي الأمم وتعب الشعوب عملوا إيه ورثوه ورثوه يعني دخلوا على إيه دخلوا ببلاش من غير تعب صدقني يا حبيبي أنا أقول لك الآية دية وثق فيها بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب تدور وتشقى وتتعب وتروح وتاجي بدون مشورة الرب أنا متأسف أن أقول لك خسرانة خسرانة لكن يا بخته اللي يلقي على الرب همه فهو يعوله هو يعوله رأو أعمال الرب وعجائبه في الحم عارفين إبراهيم ده يا أحبائي أنا أنا كان نفسا من النقطة دي لكن صحب جدا أنك تتكلم عن إبراهيم وتنسى العجائب التي صنعها مع إبراهيم من ساعة ما قاله اترك بيتك وإيه كمان وعشرتك رايح فين يا رب إلى الأرض التي أريك يعني واخد كارت بلانش ما تقوليش رايح فين وده أحبائي يعلمنا درس أهم جدا في حياتنا حينما يقول لك الرب لا أمين حينما يقول الرب حاضر أمين اذهب اذهب لا تذهب لا تذهب خد الأمر من الرب وتقول كده زي ما عبده أيه كنت كبهي من الله نعم يا رب أنا حرم وتبت إن أقولك ليه يا رب لكن الشيء اللي أنا متأكد منه إن أقولك يا سيدي أتبعك أينما تمضي أينما تمضي الوعد الإبراهيمي أحبائي قال له شوف الكلام اللي حاوله لك ده قال لإبراهيم أترك أرضك وعشيرتك وهعمل فيك إيه هبركك وتكون إيه أمة عظيمة أمة عظيمة طب ونسلك كرم للبحر ومش بس كده ده قال له كمان شوف الكلمة اللي جاية دي فيك يعني فيك أنت يا إبراهيم شايف الوعد الإبراهيمي فيك يا إبراهيم تحصل إيه تتبارك تتبارك كل جميع أمم الأرض إلى درجة أن يا أحبائي إبراهيم أصبح مدى المكان اسمه إبراهيم أصبح إبراهيم أبا لمؤمنين كثيرين رأوا أعمال الرب وعجائبه في العم يا أحبائي من يقول واحد قرب على المئة سنة والرب يعطيه نسلا لدرجة أن مراته الأخت صار المحترمة المحبوبة اللي زوجها تقول له أبعد فنائي أبعد فنائي كلية تنعم أجي بعيل لدرجة إنها دحكت في قلبها والرب قال له صار رب تتحك ليه وعلى فكرة دي مش دي مش كذبة لكن دي حقيقة حتى إبراهيم نفسه دحك تتخيل هذا إيه لاتنين دحكوا لكن الرب في أمنته وفي وعده ما توقفش على دحكتي أو استهزائي أو استهزائي الآخرين ولكن حقق الوعد وقال له لأ مش بابن الجارية بابن الحرة يدعى لك نسلا فلما خلفته وجابته قالت سموه اضحك لأن الناس دلوقتي هيدحكوا علي يقولوا واحدة ست قربت على السن الفلاني دي دي فانيت ماتت ماتت من وعاءا مماتا إلهنا يا حبائي ليس إله عادي ولكن إله ليه إله حجائب جايز أنا أنا مجذبش عليه جايز تقول في نفسك كده تقول ده توليد ده خلاص المشكلة حجرت ده خلاص بقى الأمر في أعيننا نحن مستحيل لكن هل يستحيل على الرب شاي لا يا حبائي عاشا بعد أن فني جسدها أعطاها الرب نسلا وتمم الرب وعده ألا ما تممش وأتمم الرب وعده في إبراهيم وإسحاق ويعقو وهكذا أتو هذا النسل الذي أعطى تاريخ شعبا مباركا الرب افتقدوا بنعمته مع عدم الاستحقاق وديت برضو كلمة لي وليك في ودنك اوعى تظن أنك تستحق أي شيء أبدا عايز 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 تضحك على ربنا عايز تغلبه عايز تغلب ربنا قل له رب أنا جاي لك وأنا لا استحق جاي ابكي قدامه يولف بكى واسترحمه عايز عايز مشكلتك التعباك القلقاك جاي بهمت الوراك جاي وانا عارف الهموم بتبقى ضغط يا أحبائي أنا من موقعي أمام الرب يسوع أشهد إن أنا بجيلي تلفونها كل يوم علشان خاطر اجتماع الصلاة اللي بنعمله أمور 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 لا يمكن التكلم عنها الناس بتمر بديقات لا حصرة لها الناس في مشاكل والأحباب يمر بديقات وبألمات وبأمراض وبمشاكل متنوعة وعدم شغل وعدم وظائف يا يا أحبائي لو عرفوا أن لنا إله الرب هو الله صاحب العجائب وصانع العجائب في العمق المشكلة وفي عمق الظروف الحالكة التي تمر بيها وسط السواد والخراب اللي بنمر بيه وسط هذا الوباء يستطيع أن يحرسك وأن يحميك وأن يسدد كل عوازك بس انت قل له اتكالي عليك يا إيه يا سيد اتكالي عليك نعم يا أحبائي ده كان في مصمور مية وخمس مصمور مية وستة لو تقدمنا شوية شفتوا العرفان بالجميل شفتوا الإنسان بدل ولو بديت بعدد ستة من مصمور مية وستة أنا هقرها لك لأنه مش موجودة قدامنا شفوا العرفان بالجميل بتاع هذا الشعب الذي أحصل إليه وأكرمه ورسوا شعوبا لم يتعب في شيء وأخدها عجاز شفوا العرفان شفوا الآية اللي بتقول إيه أخطأنا مع آباءنا أسأنا وأزنبنا من مصمور مية وستة عدد ستة حتى عدد ستة وعشرين كله يتكلم عما صنعوا هذا الشعب الشرير الذي لم يلاقي الإحصان والمعروف بالعرفان وبالجميل ولكنه أساء ونشوف مزمور مية وستة يا أحبائي على عجالة أمرين اتنين الأمر الأول أنه أخطأ وأساء وعمل الشر ومش مسدين يا أحبائي روح وقروا كده صفر للقضاء يقول لك وعادوا وعملوا الشر في أعين الرب كم مرة روح عدها كده يا أحبائي تلاقي عدد كمال يا أحبائي هذا هو الإنسان كفوا عن الإنسان الذي فيه أم فيه نسمع يا أحبائي صدقوني لولا الله الذي لنا لما لفنين من زمان لما بقيت لنا بقية لكن شكرا لأجل الوعدة الذي وعدوا لإبراهيم وحققوا معاه في مزمور مية وخمسة عصوه في مزمور مية وستة وبعدين النقطة التانية في مزمور مية وستة بعد عدد ستة وعشرين أقرى من ستة لستة وعشرين تلاقي كلهم أسخطوه أغضبوه عارفين خنوك بمرة في رحلتهم عشر مرات عشر مرات ده طلعوا من أرض مصر بدأ يقولونه متشكرين لأنك أخرجت أنا بيد قوية وبزراع ممدودة عبدوا البع عبدوا العجل عجل قبيس المصري لأن للأسف أنا 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 حقولي الكلام ده وما تزعلوش مني مش أصدر حد فيكم أنا أصدر على نفسي أنا الأول الجماعة خرجت وفي وسطها أخطر شيء موجود في الجماعة قال لفيف قال لفيف حنتكلم عنه كمان شوية يا رب حذرنا وبصرنا وعرفنا وفهمنا وكشف عن عيوننا وخلي بالك اللفيف مش لازم يكون أخ جنبك ولا أخت جنبك لا ممكن اللفيف يكون حالة في قلبك قل له يا رب سامحني تعالوا نتكلم على النقطة التانية في مزمور مير ستة بعد ما أخرجهم وعسوه ورفضوه في مزمور مير ستة كانت النتيجة يا أحبائي أدبهم 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 كل ما قيل على جبل جبلهم جبلين كده وقال لهم ده جبل اسمه جرزيم وده جبل اسمه حيلام جبل جرزيم هقرلكم البركات إن سمعتم وقطعتم تأكلون التاني بقى عبال عكس جرزيم جرزيم اسمه جبل بركة لكن جاب العبال وصل بيهم الأمر قال لهم اللي هعملوا فيكم لما الأمم هيسمعوه هيصفاروه يقولوا يا هم دولت اللي أخرجهم من مص من أرض مص عمل فيهم وعمل فيهم هذا بحزافيره أنا يكفي أول حاجة واحدة بس عارفين يا أحبائي من أرض أنواع الاستعمار هو الاستعمار الذي يحتل البلد مش ويعمل كده رأسة في البلد كده ويبقى هو السلطان زي ما كانت إنجلترا عاملة فينا في مص كانت عاملة حكومة سورية مصرية لكن هم اللي بيحكوموا لا ده في أردأ نوع من أنواع الاستعمار حدث مع هذا الشعب في سنة تقريباً تقريباً ربعمية تلاتة وخمسين قبل الميلاد تقريباً جه ملك أشور مش ملك بابل ملك بابل غزى صبتين اللي هو صبت يهوزا والبقية اللي معاه من صبت لاوي لا ده غزى الأصباط الحداشر أو عشر أو لص بالتحديد وعمل فيهم أمر يندله الجبين رح شايلهم من بلدهم ورحلهم وجبدلهم وسكنهم في أماكنهم عشان كده اليهود اليهود الأمنة اللي من صبت زي داود كده من صبت يهوزا ما كانوش يتعاملوا مع هؤلاء لأن كانوا بيعتبروهم إيه إنهم أصلهم ليس يهودي يا أحبائي حي هو الرب كلمة من كلامه لا تفنى أبدا أوعى تفتكر عشان الرب ما بيدلعك ومدد لك يده بيقول حتى الآن ها يدي ممدودة إليك إنه هيرحمك من التأديب حينما تخطئ التأديب موجود يا أحبائي في كل كنيسة كثيرون منكم ضعفة كثيرون أيضا مرضة كثير حط خط تحت كلمة كثيرون يعني مش إلي كثير كثير أنا مش قصدي المرض اللي فيك يكون نتيجة التأديب أنا مش قصدي حضرتك لكن أنا بقول فيه كثير كثير ضعفة كثير مرنة والأمر يصر إلى كثير أيضا إيه يرقدون مزمور مية وخمسة عطى الوعد وحققه مزمور مية وستة عصوه فقدبهم أما مزمور مية وسبعة ده بقى مزمور الرجاء والحكاية بتاعت مزمور مية وخمسة ومية وستة ومية وسبعة ده بتحكي لنا عجائب الرب مع هذا الشعب خلي بالك الرب عجيب في إحسانه واللي جاية ديت أنا عارف إنك مش هتقبلها حتى في تأديبه وفي قضاءه هو عجيب هو عجيب سموه في عدلته هو عجيب حتى في تأديبه ويستطيع أن يرد نفسك رد نفسك أما الأصحاح اللي قد نمنل هو مزمور مية وسبعة يا حباي برضو يتميز بنقطتين احنا قلنا نقطتين في مية وخمسة نقطتين في مية وستة وهنتكلف في نقطتين صغيرين في مزمور مية وسبعة النقطة الأولنية يقول موجودة معنا يا حباي زي يا دغمك قبل هنلاقيها في كزا عدد في مزمور مية وسبعة فعدد ستة وعدد تلتاشر وعدد تسعتاشر وعدد تمانية وعشرين وكلها عبارة مشتركة سرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم إلهنا يا حباي إله علي إله لا يرد السائل ولا يهمل التضرع ولا يعطي أحد القفى ده بالعكس ده أنا أقولك شيء أخطر من كده ده الرب قاعد مستني مستني بس مستني وبيتلكك علي أنك تقول له سامحني يا رب أنا برة حاجة قالها الأسيس جنة مول من زمان وهو يمكن مش فاكرها قالها لي بيقول لي كان عنده يعني الطفل لما كان يغلط ومش حايز يقول آسف يقول كنت تلكك له على بس كلمة بس وقول أهو قال آسف معينه ما قالهاش الحقيقة أهو كده الرب الرب عمال يدق على باب قلبك بقولك توبوا وارجعوا صدقوني يا أحباي زي ما قال بطرس للشعب قال لهم توبوا وارجعوا فتأتي أوقات الفرج من عند الرب ما يمكن الظروف السيئة اللي انت بتمر بيها دي بسبب عدم توبتك حبيبي من أرى من من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه عن المكر المكر هذا هو إلهنا استجاب لهم وتحنن عليهم والرب النهاردة بيقول لك أنا مستعد أستجيب لك وأيضا أتحنن عليك طيب في عجالة كده صغيرة هقول بس كلمتين على رأو أعمال الرب هتكلم عن رأو أعمال الرب والتانية عجائبه رأو أعمال الرب يا أحبائي هاخدها من ثلاث مناظير المنظور الأول رأو أعمال الرب حرفيا وقد تم معه هذا حرفيا أيضا رأو أعمال الرب نبويا وقد تمت نبويا رأو أعمال الرب وسيتم مستقبليا يبقى أعمال الرب يا أحبائي العجيبة على كم مرحلة دلوقتي قلناهم ثلاثة المرحلة الأولى تمت حرفيا المرحلة التانية تمت نبويا المرحلة التالتة ستتم أيضا مستقبليا رأينا أعمال الرب وعجائبه تمت حرفيا من خلال أصفار موسى الخمسة الأولى وأيضا باقي أصفار العهد الجديد نوه إليها لكن تمت أيضا أعمال الرب وعجائبه فيما قد تم التنبوء به في الأناجيل الأربعة وبالتحديد الأناجيل الثلاثة الإيزائية الأولى ليمتة ومرقص ولوءة في إنجيل متة أصحى 8 وفي إنجيل مرقص أصحى 4 عدد 35 وفي إنجيل لؤى أصحى 8 عدد 22 تمت هذه المقولة المباركة بالتحديد أما المقولة الأخيرة أنه تمت أعمال الرب وعجائبه في المستقبل هذا ما يتحدث عليه كل الكتاب من التكوين إلى الرؤية عن المستقبل السعيد الذي أنا وأنتم وأنت وكلنا ننتظره حينما يتم من رب تلك الموعيد بحزفيرها بنعمة رب مستقبليا أتكلم عن النقطة الأولى على ما تم حرفيا عارفين يا أحبائي أنا أحكي لكم حكاية صغيرة خالص يمكن مفيش كتير من مصر لكن هتعرفوا الأصل إيه مصر يا أحبائي لما جم هؤلاء الرب وعد إبراهيم وقال له اعلم تماما أنهم هيتغربون ربعمائة بقوا ربعمائة وتلاتين وتلاتين فتية حوالي ربعمائة وتلاتين سنة قالوا هيتغربوا في بلاد وأنا أخرجهم بزراعي القوية أما تغربوا في البلاد دي نظرا لأن مصر كانت في هذا الوقت تعبد شوية آلها مش عايزة وجهة مخكو بيها بس أهم إله فيهم اسمه الإله رع إله الشمس وكان بيعبدوا كمان عجل كمان معهم اسمه عجل أبيس فكانوا بالنسبة لهم الإخوة اليهود دولة تعتبروا ناجسين ولا سيامة لأنهم رعاة مواشي فكان يوسف لأنه يعلم ما في الكلشر المصري وفي الثقافة المصرية ودهم في حد اسمها أرض جسان أرض جسان دي قريبة من بلد عندنا اسمها بلبيس في الشرقية يعني لو الدلت مصر كده في الشر في الشر فكانوا سكنين في أرض جسان وخد لهم مقطعة من هناك وخلي بالك من الكلمة دية علشان في هناك افطرة كتير على كلام الله يقول لك ده سكنهم في بلد رامسيس لا يا حبيبي في أرض رامسيس وليس في بلد رامسيس لأن لو كان سكنهم في بلد رامسيس معناها أنهم طلعوا ناس ودخلوهم لكن الرب حشاء أنه يعمل حاجة زي كده الرب حطوهم في أرض اسمها أرض رامسيس وبنوا بيوتهم وعاشوا وعلى قد ما أزلوهم حسب كلمة الله أصمروه يقرى الكلمة اللي جاي دي جدا لأنه جعل شعبه إيه يا أحبائي مثمرا في أرض أعداؤه ده كانوا عبيد ده كانوا عجنطين ده ما كانش لهم قيمة ده كان أجدع ما فيهم كان بيتضرب بالحزام وما أحكي الكوشي أحباء عن كلمة فرعون فرعون مصر يعني إيه خش كده على الجوجل وشوف كلمة فرعون يعني بكل بساطة كده إنسان مش عارف أتفق بالكلمة دي ولا عاتي إنسان قاسي يحكم بالحديد والنار ولما مضى ذاك الملك الذي كان في عهد يوسف أتى ملك آخر لا يعرف يوسف وعاملهم بكل اصدراء وحقارة وتعذيب وكان المفروض إنهم يسيبوا البلد دي بعد ربعمائة وتلاتين سنة من ربعمائة ربعمائة وتلاتين حسب وعد الرب يا أحبائي الله لكي يخرجهم من هناك ضرب مصر بعشر ضربات ما أحكي لكوش عنها لما تكلم عنها يا أحبائي تعرفوا ما معنى وما قيمة رأوه أعمال الرب وعجائبه في العم كان المطر بلد بنار ينزل على أرض المصريين وأرضهم لا تمس كان التباد مواشيهم ومواشي العبرانيين لا تمس إلى أن أتى المطاف وماتت كل أبكار مصر وأما هم شوف التعبير الكتابي دي يقولي كل لم يسن سنان عليهم يعني ما فيش كلب كده جه هو هو على واحد فيهم يا أحبائي إلهنا عظيم إلهنا عجيب يخرجك كده احنا فيه مسأل مصري يقول يخرجك زي الشعرة من العجين احنا لما شتغلت في مصنع يعني سوري يقولك كنت مشتغل في مصنع زمام في مرة يقولك لما تقع شعرة كانوا يلبسونا يا ابو نهيات وحاجة زي كده يقولك لما تقع شعرة في وسط العجين اوعت لماء ليه هتضيع وقتا ارمي العجينة أحسن لكن الرب يسوع يلتقط ولا يعصر عليه أي عمر لأن إلهنا إله العجائب إله عجيب إله عجيب طلحهم لدرجة إن يقول إنهم بقوا يزقوهم زي أكبروهم على إنهم يخرجوا بس خلي بالك من الحتة اللي جاية دي هتقولها وأنا مش هطول أكتر من كده يا حباي عارفين لما جم يخرجوهم الرب في حكمته عمل شيء لغاية النهاردة كثيرين بيلوموه عليه ويقولوا ليه الرب عمل فيهم كده وتوهم في البرية أربعين سنة اختلوا من بالبيس أوصل حضار البلد اللي كانوا فيها هي دي موقعها في الشرقية في مصر شرق الدلتا بدل ما يخرجوا إلى أعلى ويتجوا لحو الشط بتاع فلسطين ثم لبنان ويخشوا يورسوا الأرض بالعكس تماما أعطاهم زاوية 180 بدل ما يمشوا كده مشوا كده وكانت هنا الملامة للجنس البشري اللي زي وزي يقول ليه الرب يعمل كده ليه الرب يتوهم أتار الرب يا أحبائي توهم لتلت أسباب التلت أسباب دي تثبت أن لنا إله اسمه إله العجائب إله العجائب أحبائي الرب قال التلت أسباب هقولهم أهم الرب قال أنا لو طلعتهم المسافة كلها ما تاخدش 12 يوم بكتير قوي بسبب أنهم 600 ألف ماشئين للأطفال والستات والكلام ده كله يطلعوا كلهم الحزمة على بعضها 3 مليون ماشئين مترجل 3 مليون طلعين لو طلعوا بأقصى بأقصى ما يستطيعوا هيوصلوا في حدود أسبوعين أسبوعين اتنين قال لك لو راح هناك هيجدوا حرب واتفقنا أن كان في وسطهم جماعة اسمهم إيه؟ اللفيف اللفيف ده بيفكرنا بوحدة قلبها لسه في البلد فراحت بتبص على البلد تحولت إليه؟ عبد ملح أهل لفيف كده هم طلعين ودول عملين يزقوهم يلا نرجع مصر وحشنا التوم وحشنا البصل وحشنا قدور الله نفسنا ناكل سمك مصر كدبين ده هم كانوا بيأكلوا أكل اسمه إيه؟ أكل تعبير كتابي ده أكل المزلة يعني اعمل تاكل ما تحملش على دماغك نم من غير عشاء لو لأ إني أثق إن إلهي ما بنامشي حد من غير عشاء كنت أقول لك دوليا ما ناموا من غير عشاء اللفيف ده لو كانوا موجود بسبب وجودهم الرب يعلم القلب لأنه إلهي العجائب يا أحبائي عارف أنه لو طلحهم في هذا الطريق كانت الأغلبية هتقول إرجع وكانوا حيرجعوا تاني إلى أرض مصر ويعودوا مرة أخرى والمعد الإبراهيم ما يتمش أيضا هناك سبب أحبائي الأسباب اللي أنا بقولها ديت كتابية مش بكيبها من عندي وديت السبب الأولين دي موجود في الخروج أصاح تلتاشر عدد سبعتاشر السبب التاني في الخروج تلاتة عشرين عدد تسعة عشرين لتلاتين فيش وقت إن أنا أقرأها لكن عايز أقولها لك بسرعة قال لك إيه دولت لو طلوا على المكان اللي هم هناك وملكوها الأرض واسعة أقوى 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 عليهم عارفين إلي هيحصل؟ الأرض مليانة وحوش مفترسة كانت هتقوم عليهم الوحوش المفترسة وبدل ما هم يغلبوا كانت الوحوش هيالهات والرب لما يقول كده هو الأعلم لأن إلهنا العليم والعالم بالأمور المستقبلية الله إلهنا يا أحبائي عمل زي نقطة ما عندوش ماضي ولا حاضر ولا مستقبل الماضي عنده زي الحاضر زي يرى الزمن الصحيق كما يرى الزمن القديم كما يرى هو الآن لأن إلهنا مكتوب عنه في عبرانين 13 هو هو أمس واليوم وإلى فكان يعلم شر قلوبهم وكان يعرف إيه حصل فيهم السبب الثالث يا أحبائي على عوفي عجالة في وعد الرب الإبراهيم في تكوين 15 عدد 16 يقول له ما تخافش ما تخافش هم هيتغربوا هيتغربوا ربعمائة سنة هناك بس ما تخافش يا أبراهيم أنا مش هقدر أرجعهم إلى أرض الموعد وورسهم أرض الأموريين إلا لم زنب الأموريين يكمل 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 إلهنا يا أحبائي لكل من يتطاول العهد القديم ويقول ده كان بيفضل شعبه عن الآخرين كلا الرب كان منتظرا إلى أن يكمل شرهم ثم يخرجهم إلى هذه الأرض أحبائي أحب الله العالم حتى عمل إيه بازل إبنه في حد فيك يا أحبائي بكل أمانك إذا يبزل إبنه أنا مستعد أضحي بنفسي لك مضحيش بابني بازل إبنه من أجلنا أجمعين خلي بالك بازل إبنه من أجلنا أجمعين فكيف لا يهبنا معه فيه في المسيح كل شيء كل شيء يا خيبة المؤمن يقول ليه الرب حاجب عني يا ويلك يا مؤمن ويتعستك ياللي ظنيت جواك إن إله العجائب ده بيعمل العجائب معا خلق الناس كلها إلا معايا لا يا حبيبي كل الأشياء معانا مع بعض في حياتنا كلها تعمل معا للخير لمين؟ للذين يحبون الله لأن إلهنا إله 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 العجائب إلهنا تعالوا نقولها مع بعض كده رأوا أعبال الرب وعجائبه في العمق أنا ما اتكلمتش عن العمق كتير أبقى أسيبه لأخواتي اللي هيكلموا بنعمة الله لكن هل ممكن ليه خمس دايق كمال ولا خلص؟ ممكن؟ طيب ربي باركا طيب أقول طيب أنا أنا عايز خمس دايق علشان خاطر حقول اختبار حلو جدا والاختبار دا أحبائي أنا مبدأي ما أحكيش اختبارات بشرية لكن لأني عاشرت حضرت هذا الاختبار بنفسي وشفته بعينيه ورأيت أعمال الرب وعجائبه فأنا أغني بها وأشهد بها ليس لمجد إنسان فكل مجد الإنسان مكتوب عنه باطل ولكن لأجل مجد الرب يسوع أنا عرفت الرب يسوع يا حبائي في 13 ستة سنة ستة وستين كنت بعد طفل صغير وقررت أني أتبع الرب يسوع وكنت طفل صغير بس مش هتصدقه عملت كل اللي تتخيله لكن نشكر الله نعمة الغنية غيرت 180 درجة 180 ومن يوم عرفت الرب يسوع من سنة ستة وستين اتضميت إلى مجموعة هذه المجموعة كلهم إخوة مؤمنين حبائيب للرب والجميل إن أنا لما اتنقلت وجيت هنا استراليا وهاجرت لستراليا تخيلوا خمس أسر من هذه المجموعة اللي معانا في مدينة طنطة في مصر جم هنا ولقيتهم موجودين في استراليا فكان شعور جميل جدا أنا بحكي الحكاية الصغيرة دي كمقدمة للاختبار لأن هؤلاء الخمس أسر أسرة منهم انتقلت للمجد اللي اتنين الرجل وزوجته أخوي إبراهيم مولير وأختنا ميري لكن الباقيين اللي موجودين الأربع أسر شاهدين على هذا الاختبار الذي أحكيه لأنه حدث ونحن كنا معا في طنطة في سنة اتنين وسبعين جاء قرار ترقية لأحد الإخوة الرؤساء في الاجتماع وكان هذا الأخ يعتبر عمود في الاجتماع وكان مهم جدا حزنة جدا لكن يا أحبائي لم نفهم ما معنى الرب وعجائبه في العمق ما قدرناش نفهمه أتار الرب بعته لأجل نفوس مخصوصة إلى مدينة أخرى سبقا مدينة الأسكندرية شمال الدلتة راح إلى مدينة الأسكندرية وبالاختصار كان هناك شاب الرب قد أعده ليتقابل مع أخونا المحبوب ده أخونا ده رقد لكن الشاب ما زال موجود لما تقابل مع الشخص ده يا أحبائي أنتوا عارفين عمل النعمة عمل النعمة بيعمل يا أحبائي بيشيل من المذابل ويجلس على الكراسي فكان أخونا ده كان في مستنقع كان غرقان وما في داعي أن إحنا نخوض في أو نوع الشرور اللي كان فيها لكن إحنا نقول أن كل هذه كلها في دم الرب يسوع وفي عمل الفداء المبارك قد غفرت وأصبح إنسانا إيه جديدا الأخ ده بعد ما أصبح إنسانا جديدا كنت تلاقيه كالقاتي واحد فرحان بقى كده بالرب في مهجة الخلاص بتاعته كان كل شوية نبس لقيه هو لما فيش اجتماع النهاردة فيه اجتماع النهاردة بكرة لأنهاردة ما فيش اجتماع يا خسارة نفسي أحضر الاجتماع وكان مشغوف وكان ملهوف على إنه يحضر الاجتماعات بانتظام ويجي بدري وينضف الكراسي ويعد كل شيء كان كتلة وشعلة علشان كده عبد المرنم يقول رد لي يا بهجة خلاص بهجة الخلاص دي أحبائي بتبقى جميلة الأخ ده أحبائنا كان متلازم معاه الفقر المادي كان شخص عادي معدم وكان يعني عايش بال يعني بالكاد وأنا لا أنسى هذه الصلاة في أحد المرات يعني زي ما تقول عتبنا الرب كده ونالو رب يعني ابنك فلاني الفلاني شئت وجبته من كورة الخنازير وأكلها اللي كان بيشتاقيه وخليته بقى مع أولاد وشرفاء شعبك طب إيه رأيك يا رب ما تفتحها عليه هو يعني الإنسان المؤمن يحصل حاجة لما يعيش عيشة كريمة يعني بس يا أحباء أنا عايز أقول لكم حاجة دي ليست دعوة للغناء أو الفقر لكنها دعوة إلى أن ترضى بإله العجائب الرب يعلم تماما البدل اللي مفصلها لك ما تنفعش لأخوك اللي على جنبك خد كل شيء من إيد الرب حسب ترتيبه الصالح لك في حياتك المؤمن الأمين هو من يؤمن أن مشيئة الرب له في حياته هي أفضل شيء المهم الظهر الرب خدنا على عد عقلنا واستجاب والأخ اشترى كان في عندنا حاجة اسمها يبيع على عربية ما عرفش تتفهموها دي وقال لأ كان بيبيع على عربية وكبرت العربية بقت كشك صغير كبرت كشك وبقت دكان أخونا أجر بعد كده معارض وكان بيحط فيها موبيليا وبدل ما يأجر معارض في مدينة الأسكندرية فقط افتتح معارض في مدن أخرى وفي مدينة الأسكندرية بقالوه أكثر من معارض أخونا الرب أعطاه جدا كثيرا جدا فوق ما يفكر بس لاحظنا حاجة مع كسرة الغناء ومع المسئولية والكمبيلات اللي بيسدها والأمور اللي لحست عقله اللي اجتماعات تبتدى يقل تقل تقل لغاية ما عادش بيحضر غير يوم جمعة ويوم حد أخونا نروح نزوره سامحوني أصل ورايا أصل عندي أصل ظروفي أنا بكرة لازم أروح البنك أعمل أحباقي الخلاصة خلّ شطة بيوم الجمعة ما بقاش يغري يجي غري يوم ليه يوم الحد وفي خلال في ثلاث شهور لعل بيجي لجمعة ولا حد ولا سبت ولا نروح نزوره إن شاء الله الأسبوع الجاي رجلي على رجلكم ما عادش بيجي إلى أنفي يوم من الأيام بقينا نروح له يتهرب خلاص اتفهمت ما عادش راغب الرب ما عارش عايز الرب حصلت يا أحباقي في يوم عبد الناصر قبل معد السادات بشوية كده حصلت مصر مرت بظروف ضربت الاقتصاد بتاع القطاع الخاص أخونا المعارض الموبيلية بقت عنده ركدة مش لاقي المشتري وعليه ديون عشان يسددها تمال القوض راحت عليه البيعة أخونا الرب سمح لي بأنه يخش في ضيق لأن الرب يا أحبائي إن كان بيسمح بضيق أو رحم فهو بيسمح بهذا الأمر لأنه يريد أن يرد نفسك وقاما تماما إن من يحبه الرب يعمل فيه إيه وكابن يجلده يجلده المهم إحنا سبناه فقدين إلى شاطر يعرف يرب ابنه كويس الأخ ابتدى يبيع 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 الأخ أعلن أشهر إفلاسه أخونا بقى مديون وعليه فلوز فشوف صديق السوق جاء له قال له إيه عشان إحذر من اللي أنت بصاحبهم يا أخو يا أخو قال له إيه رأيك أنا أعرف واحدة في بلد جنبيهم على بعد حوالي 15 كيلو في بلد اسمها أبيس البلد دي قريبة من شركة المصانع اللي هي تحت اسكندرية قريبة من الطريق السريع الفريويل اللي بيود بين مصر واسكندرية بس ممنوع البنى جنب فعلشان تروح لها تمشي كتير وكان فيه هناك شجرة معلمين المنطقة بالحكاية دي المهم قال له تعالى للست دي عرافة عرافة شايفين الحضار بيوصل ليه انتو عارفين ان شاول كان منع العرافة والجان في أرض في أرض اسرائيل وهو بنفسه في آخر يوم ليه في عمره راح لإيه شفتوا الإنسان لما بينحط إنسان فيه كرامة ولا يفهم كالبهائم التي تبان رب يحفظنا رب يحمينا أخونا لخلصة الكلام عشان ما تولش عليكم أخونا راح خدوا صاحبه الشرير ودخلوا عند السد اللي هتحلله المشكلة وده بيحصرني إلى ذاك النبي اللي راح لأخاب الشرير يقول له أليس لأن إله إله في إسرائيل رايح تسأل بعل زبو حبيبي انت بتسأل من مين بتاخد مشهورة مين صدقني أخوك اللي جنبك ما يعرفش الحل الحل عنده وحده يا ويل اللي يروح لغير الرب يسوع أخونا دخل باختصار عليكم دخلوا الاتنين للست العرافة هي عرفة الشخص اللي جاي وابتدت تتمتم الكلام الفارغ الكذب اللي بتقوله لغاية ما جالها الروح الشرير اللي ركبها أول من روح الشرير ركب الولية دية حصل القاتي سرخت ومزقت قدومها وقالت على الراجل ده أخونا المحبوب اللي انحضر قالت إلا ده لا ليه إلا ده قالت لا ده ده من بتوع الرب يسوع أنا مليش دعوة بيه ده أنا مليش سلطان عليه الراجل سدقوني أحباي بكل أمانة أمام الله يشهد الله علي طلع من البيت جر وراح رقل اللي في رجله وجي جنب الشجرة ويضرب نفسه ويقوله أنا عشرين سنة يا رب سايبك ولا بعبرك كتابك رميته صلاتي بطلتها خدمتي عدمت حالي بقى حال لكن أنت صدقوني يا حباي حتى هؤلاء ينسون نسيت الأم رضيعها نسيته أنا ما نسيته نسيته ونامت عليه وموتته فتصته كلته ودبحته حتى هؤلاء ينسون أما أنا فلا أنساكم تعالوا نقول الآية دي ونصلي مع بعض هم رأوا إيه أعمال الرب وعجائبه في العم له كل الإكرام تعالوا نصلي مع بعض اشتركوا في القناة